اشتماع سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مع سموه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك على همشي حضور سموه للقمة العالمية للحكومات التي تقام في إكسبو دبي عشرين عشرين بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وأكد اسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية الروابط الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تستند إلى علاقات أخوية ممتدة في جذور التاريخ وتشهد على الدوام تطورا مستمرا على كافة أصعدة التعاون والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من اهتمام بالغ من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله ورعاهما وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أهمية مواصلة ترسيخ مستويات العلاقة الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يعود عليهم بالنماء والازدهار وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البحرين والإمارات وسبل تعزيزها في مختلف المجالات